في الموسم الجديد من مسلسل تل الرياح هل ستمنح زينب فرصة أخرى لفليل الذي حاول بكل الطرق مسامحتها؟ هل سيتم الكشف عن الوجه الحقيقي لساحرة سونبول هذا الموسم؟ هل ستقتل زمورد هانني بوحشية على يد سونبول تماما كما هي على وشك؟ لنتذكر كل شيء، هل سترزق زينب بطفل في الموسم الجديد؟ هل سترغب زينب في ترك خليل لمجرد أنها لن تصبح أمن أبدا؟ هل ستنجح جهود هليل في مسامحتها بعد أشهر؟ كيف سيتمكن كانان وأسو من الصمود بأعجوبة؟ إلى الحياة سأخبرك بكل ما تتساءل عنه في هذا الفيديو من فضلك لا تنسى مشاهدة الفيديو حتى النهاية وإذا أعجبك اشترك في قناتي وفعل جرس الإشعارات أيضا إذا كنت تريد أن تبدأ سلسلة تل الرياح في أقرب وقت ممكن سأكون ممتنا لو تمكنت من ترك قلب أحمر كبير في التعليقات في الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح على الرغم من أن زينب تسأل خليل الجميع يدفع ثمن الألم الذي سببوه هل أنت مستعد لدفع ثمن ما فعلته يا خليل فرات؟ إلا أننا نعلم جيدا أنه كذلك ليس من الممكن أن يبقى زينب وخليل منفصلين أيها الأصدقاء لذلك بما أن خليل سيشعر بالخوف من فقدان زينب في كل مرة فمن المحتمل أن يرى كوبيس ويسمع هذه الكلمات في أحلامه أعتقد أن زينب وخليل سيواصلان حياتهما كزوجين رومانسيين لفترة من الوقت لكن بالطبع يجب على خليل أن يخبر زينب بكل شيء منذ البداية قبل فوات الأوام وعلى زينب أن تسمع الحقيقة من خليل بنفسها وليس من أي شخص آخر أيها الأصدقاء الأعزاء حتى لو بقيت زينب وخليل منفصلين فلن يرغب أي منهما بالتأكيد في الانفصال عن بعضهم البعض حتى لو فرقهم القدر فسيظل قادرا على جمعهم معا على التل العاصف مع هبوب الرياح الكلمات التي قالتها زينب لخليل حتى في الحلم ستظل تطارد عقل خليل وتزعجه لفترة طويلة وهذا يعني قالت زينب لخليل دعنا نترك الماضي خلفنا يا خليل أريد التركيز على حياتنا القادمة ومستقبلنا وليس على ما مررنا به الآن بعد كل الألم الذي مررت به بعد كل الحياة المؤلمة التي مررت بها لقد عانيت مع عائلتي أريد أن أكون سعيدا أريد تجربة هذه السعادة معك ومع ذلك على الرغم من أن زينب أخبرت خليل أنها سامحت فلن يكون من السهل عليها أن تتصالح معه وفي كل مرة كانت تتواصل فيها بالعين مع خليل تلامست الشفاه الشفاه وفي كل مرة شعرت زينب بالخليل في جسدها كانت تتذكر دائما وجهها المظلم الماضي لقد وصلنا إلى نهاية تحليلنا أيها الأصدقاء لا تنسوا التعليق أدناه والإعجاب بالفيديو الخاص بنا إذا كنا تريد أن تكون على علم بتحليلاتنا الجديدة للمسلسل يمكنك الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس الإشعارات نراكم قريبا وداعا اشتركوا في القناة